دبابات وارتال عسكرية مدججة من الاسلحة الثقيلة تعود للقوات الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر توجهت نحو غرب ليبيا الهدف المعلن من التحرك تطهير المناطق الغربية من الجماعات المسلحة اما اولى المحطات فكانت بالسيطرة على منطقة مزدة الواقع على بعد 179 كم من ترابلس ثم مدينة صرمان التي تبعد عنها 60 كم في العاصمة التي يرجح ان تكون هدف تحرك قوات حفتر تسود حالة من الترقب الحذر والاستنفار استدعت سلسلة من المواقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعلن النفير العام واوعز الى جميع القوات العسكرية والامنية بالاستعداد والتصدي لاي تهديدات تستهدف زعزعة الامن في اي منطقة من البلاد وامر قواته باستخدام القوة اذا لزم الامر تأمين العاصمة ترابلوس من اي صراع مسلح ورفض اي محاولة لفرض الرأي السياسي بقوة السلاح هما ما دعا اليهما كذلك وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتح باشاقا مشيرا الى ان قوات وزارة الداخلية على اهبة الاستعداد وبكامل الجاهزية للتصدي لاي محاولة تنال من امن العاصمة على خط المواجهة دخلت فصائل ليبية من مدينة مصراطة موالية لحكومة الوفاق وابدت استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية لحفتر تزامنت تحركات القوات التابعة للمشير حفتر وبيان حكومة ترابلوس مع وصول الامين العام للامم المتحدة انتوني جوتيريس الى ترابلوس في زيارة ترمي الى تجنب مواجهة بين الافريقاء الليبيين من اهداف الزيارة المعلنة ايضا المساهمة في الاعداد لمؤتمر وطني في غضون اسبوعين لدعم الاستقرار في ليبيا فهل ينجح كوتيريس في مسعاه ام ستكون للميدان كلمة اخرى